السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء القصير لإضاح بعض المعلومات عن المحاضرة التي تحدثت فيها منذ يومين باللغة العربية ومنذ أمس أو أول أمس باللغة الإنجليزية وهي نصيحة أخوي عبد الرحمن المطوع التي فهمتها خطأ مرة واثنين وثلاثة رغم أنه شرح حالي وقها الوقت هو كان يقصد من نصيحته أن الإنسان لما بيقول نكت ويقول أفشات وأغاني في وسط محاضرة قيمة دي بتؤلل من قيمة الشخص خاصة إذا كان الشخص ده له قيمة علمية أو قيمة مجتمعية أو إلى آخر فده كان نية النصيحة لأنني فهمتها غلط أنا بصحح المسيرة لأن الأتراف بالحق فضيلة لأنني فهمتها غلط لأنها تواضع وتكبر وكذا 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 وهنا الدرس اللي أنا بتعلمه في سني العمري ده من شاب يالفارق بيني وبينه عشرين أو خمسة عشرين سنة أن النصيحة تأتيك من كل الناس رابطة أنك تستوعبها وتحققها أنا لما فهمت خطأ كان العلاقة أو الكلام واجهة بيني وبين عبد الرحمن فما بالك بقى في الناس اللي بيتكلموا ساعة وساعتين وتلاتة على اليوتيوب أو سوشيال ميديا أو أو إلى آخرين فكم من الناس فهموا كلامهم بالطريقة اللي هم عايزينها والناس اللي بيروحوا مؤتمرات ويتكلموا ويعتقدوا أن كل الناس اللي موجودة في المؤتمرات في المؤتمر فهموا لو كان ألف ولا ألفين أو عن طريق التلفزيون اللي هم الإعلاميين أو عن طريق السوشيال ميديا اللي هم سمين المؤثرين الملايين اللي بتشوفوا كم واحد بيفهمها صح أو غلط هذه الرسالة ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في معنى الحديث الصحيح خلال القلام ما قل ودل لذلك كان كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسيط وقليل ومحدد فأنا بشكر أخي عبد الرحمن على هذه النصيحة وبقول لكل واحد من الشباب نشمع أن أنا بتكلم إنجليزي يبقى الناس كلها فهم كلامي أو الإنجليزي أنا بتكلمه داي بقى مفهوم أو العرب اللي أنا بتكلمه داي بقى مفهوم أو الفرنساوي اللي أنا بتكلمه داي مفهوم إن السامع بيتلقى منك الكلام على حسب التون بتاع صوتك الحركة بتاعت يدك وجسمك وكذا وكذا التعبيرات بتاعت وشك وهكذا يعني فتفهم خطأ أو صح مثل هذه الرسائل التي نضعها على السوشيال ميديا أو أو الأخير فأنا في بداية هذا العام بأتمنى لكم أيضا مرة أخرى عام سعيد إن شاء الله لكل الناس في العالم مسلمين وغير مسلمين وربنا يعني ينزل عينا رحماته بعد أن رأينا كل هذه المشاكل العضال اللي بتواجه العالم كله في خلال العام الماضي في الأقليات المستمرة تكلمت عنهم قبل كده دايما أنا أذكرهم محافظة أذكرهم لالي جور في الصين وأهلنا في كاشمير في الهند أجعل هذا العام عام سعيد على العالم كله إن شاء الله جزاكم الله خير وشكرا على حسن استماعكم ليا ونحضع هذا الفيديو القصير مع محاضرة أمس تصحيحا شكرا لتفاعلكم معنا السلام عليكم ورحمة الله